عدنا من جديد بعد هذا الفاصل إلى برنامج سويا سبورو نحكي وعلى أحداث العنف التي جدت يوم الأحد في ملعب تازركة والأمانة ما نجمش يكون ملعب وهنا مشكلة أخرى ومعضلة أخرى ملعب على حافة الطريق فسط الديار كيفاش باش يأمنوا الأمن اليوم مأيسي كبرى كيفاش الملعب هذك أمولوجي علاش لخي الشباب التازركة ما عندهمش الحق في ملعب على الأقل هكا محترم قبل ما نطالبوا الناس أنها تريد هيتم طالبوا المسؤولين تشتغل على ذاتها في ربوع الوطن القبل يعني عيب اللي قاعد سائل في تازركة وفي نابل وفي منزل تميم وفي الحمامات لا قاعد ولا ملاعب واليوم نحكيه على ملاعب ونحكيه على عمف ونحكيه على نتائج ونحكيه على يعني عيب حتى الأمانة الشي اللي يعاني فيه الشباب بتاع كل الجهات عيب ومازلاء لأنه الملعب بتاع تازركة لا يليق وما نجمش يكون ملعب بتاع كورة قدم تلعب فيه مباريات كورة قدم وخاصة في فترة حاسية توا لأنه منزل بورجيبة تلعب من أجل الصعود فما فريق آخر منافس اليوم مجرين يلعب من أجل الصعود تازركة فريق محترم كورويا في القسم الثالث يعني اليوم على جرد مباراة كورة قدمه وثلاث نقاط يسيد هي طلعت مجرين للرابطة الثانية ولا طلعت منزل بورجيبة للرابطة الثانية بالمشاهد هذه تحبونوا تطلعوه بالمشاهد هذه تحبونوا تطلعوه وشنوها قدمتوا للشباب سيوس من خلال هذه الصور والله هناك مكترف بالله سبعني هنا مش اللوم على المسؤولين تعتزركة لجيش الأمور قبل انطلاق المباراة وباش اللوم كذلك مسؤولي الفريق تخصد فريق الفريق مسؤولية تزركة اللي جيش الأمور هو مسؤول هو عمل تدوينة لا تليق ومن حابش نذكر اسم لا تليق لا بجهة تزركة ولا بالوطن القبلي محمود المسعد يوم ما أدراك محمود المسعد يوم ما أدراك ثورة في إصلاح التعليم التوصي وانت جبت لي فكرة أخرى طوال حمز المسعد لأنه حمز المسعد يقب من تزركة يكرس حياته لتربيت الأجيال باش في الأخير يشوفوا شيء هذي مشاهد يونتر يا الجبين هنا اللوم على المسؤول هذي اللوم على الحمز المسعدي بيعب تور في الرابطة المحترفة الأولى في الأفريقي في الاتحاد الرياضي المنستيري ويبدون يعمدوا تجارب احترافية لبرا كذلك لاعب كاخر الكبير في المسطن القيبة والله ينسي الإسم انتاعه يعني المشاحنات بين البيان هذو مزوز أقطاب تاع الجامعيات عمله هما المشاك واللوم الكبير كذلك الوجيه الصغير اللي هو لاعب كبير ولاعب في التلجي والملعب التونسي وعديدا للفرق الشي اللي عملت واجيه للأمانة وجاه الأمن عيب ولا يليق باسمك وبتاريخك وبعراق النادي اللي انت قاعدت مثل فيه فضل أنا تعرفني من بكري ديما نقول لك هالمشاهد هذية يا خالد مذا بينا متعدهاش وفي آن الواحد هذا من واجبك كصحفي هذا من واجبك أمانا منحبش راهة المشاهد هذية لأن تمس من تونس الكل من الأجوال اللي عيشوا فيها في الرياضة بصفة عامة وتعطي حقيقتنا في العنف اللي عايشينه في السنين الأخير هذيهم لا نقلنوش حل الحل اللي بتاعه هو أولا هذية من دوسي كبير وما نقلنوش منين نبدوه ومنين نعطيه الإضافة للتوقيف هذا الظاهر هذية نحن ندوه هذا ما نحبوش الأمور هذية الكل وفي آن الواحد على مستوى الريفاليتي ويزمك تطلع واحد هذي يا راي ولت ولت حياة أو موت في كل في كل فريق اللي مانا يمس يتمس مثلا مقاما بش يطلع ولا بش ينزل تصير أشياء معاش نهج مو نحكمه فيها واندي ذكرت ملاعبية اللي عندهم تاريخ واللي بريمون اللعبوا على مستوى عالي تلقاهم في الوضع هذية يعيشوا الظروف هذية وما يجموش يتحكموا في تاريخهم ويعطيوا النظرة الإيجابية تجمش تتحكم بخويا شايد دارك لكن تكونش مسؤول شوف أنا ندد هذية وما نحبش نشوفه هذية أنا عشت معناها أسبوع هذية في معناها ونتكلم بكل لطفة ما نلوم نشرو خاطرنا في آن الواحد نقول الأسباب فما تجي أسباب من لا شيء تولي حكاية وخاصة على مستوى الفول ما تجي تحكم فيها ما تجي مش تحكم فيها تهرب منك وهنا الأمن نحيوه نعطيوه معناها أنا عشت الأمن يتحط في وضع لا يحسد عليه بشي 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 يستبدأ معاه يزمو يخذ الأمور يأخذ الأمور أكثر بقوة وديما يحافظ منا ومنا في المقابلة ما بين التراجي رادي توسيو نادر ياضي بنزارتي في بنزارت شبين هذوما شبين معناها فوق الميدان ما صار حد شيء ما بين المسؤولين بتاع التراجي وما بين المسؤولين بتاع ناحية الستاف تكنيك وما بين نادر ياضي بنزارتي أمور عادية الجمهور كيف كيف عايش يشجع يتفاعل مع كل أي حركة ماذا كانت تطبيق القانون لأمور هذه سيلا ريلي لدوزربيتر ونحييون لدوزربيتر على خاطر بالنسبة لهم تبقوا القانون لكن طريقة تطبيق القانون كان فيها بروفوكاسيون أنا ريتا هو لا وأنا نقول لك لو موش غالط في القانون متاعه يصال عنف معناها بشي يمشي للعنف لو كان موقفناش وكانوا متفاهمين الطرفين وأنا كنت موجود حتى الأمن لقاء روحوا في حيرة لقاء روحوا في حيرة ما نجمش يجاري التعليمات وشنو طلب الحكم خاطر أنا في نظري اللي يطلبه الحكم قانونيا ملحق يطغال لكن بالطريقة اللي طلبها والانفعال اللي عملوا وعمل أكثر من توقيف المقابلة هذي يخلق أشياء اللي بش نجر عليها كويرث أنا نقول بش نجر عليها أشياء وش كون يتجر فيها بعد النادي يعني أما النادي اللي بنزرتي أو التراجرية تونسي وهذي والحمد لله فات لمقابلة وأنا كنت حاضرك وقت أنا والرئيس سي سمير سي سمير كنا موجودين غذا بش فضينا المشكل اللي هو نعود نقول بكل لطف اللي طلبه الاربيتر رأوا طلب حاجات معقولة ما نقولش لا لكن الطريقة الطريقة كانت هزنا للكارثة واضح واضح رأوا هذي سيفريد مش كان في تزركة ومنزل برقيبة رأوا بوحاجلة والكيف كذلك سار ما ساره لعب قريب ينتقل إلى مثوه الأخير إن شاء الله بلطف عليه إصابة بليغة لي إن شاء الله بلطف عليه الحقيقة سور ما تشرفش لا تشرف تونس ولا تشرف تزركة ولا منزل برقيبة وما تشرف حت حد وما نحبوش نشوفوهم نحبوش نشوفوهم هذا غير بذويق هي لكن سور مرعبة شوف خالد أولا بالنسبة لي نسباب الرئيسي وما يبررش العنف جملة من عرش حسب الصور لقائد الرافيم تيران اللي يلعب فيه هذا يعني قد تك بالحق بالحق أنا ما نشوف فيه حتى حماية ما حمي التيران هذا معنى أشوف خلينا نرجع ونقوله ما هو فم لجنة بتاع مراقبة بتاع ملاعب بتاع في السلوحات الملاعب أعطاتوا السلوحية بتاع الملاعب ها واتاتوا الولايات تعطي هي شوف يا خالد الولايات يا خالد لا فم لجنة فم لجنة بالمصادقة والله هي معتها فرصة بشي نقولها ولو أنها تخص بعدة المانات يخي ولاية نابل ممنوع لي ملاعب الكورت قدم يا بنول يا لا المنشآت في ولاية نابل كل معنا ولاية نابل يعني وجهة سياحية تكاد تكون رقم واحد في تونس والملاعب اللي في ولاية نابل لأن الاسبوع هذي كل جت قدمي عدت هكا تفاور بتاع كليجون بتاع أستاذ نابليان ومسيرة وملقاوش نترنيا ومهمش نحمين وشي سمحني يا أخي مش لازم نلعب الكورة إذا كان استادات كيفما هذم فيهم مش الحكمية والسيكوريتي اللازمة ما نلعب وش كورة علىش يصير فينا شيء هذي ياما تكون عندنا ملاعب قادرة باش تستوعب مباريات تكون فيهم السيكوريتي اللازمة وحتى كان تصير أشياء تصير نقوله جي باللطف والذي كان تصير مزرك فيما هذه لحقيقة بسراحة أنا قاعد من قبل نشوف الصور قاعد نلعب وين نحس الدنيا فارغة ونشوف بالحق حتى يذول حتى السياج ما في يش حالك قريعة الطريق ملعب على الطريق في سياج وكهو سمحني يا خالد هذي فرصة هذي فرصة بالنسبة لنا في بعض الأحيان أعمال المتاعش غب وعنب فيما هذه اللي ما هيش محب ذا جملة ومن ما حاجش نشبه جملة إن شاء الله تفايق الناس بشي عمل وستعمل لهم ستادي وعمل حاجة شوية سيكوريتي ما أشوف حديش عدينا من صور يسفيد ولا واحد فاق خالد ولا واحد فاق أنا ما يمكن نكون قاسي ما خلين يهكيك وكهون تقول لك بليش الفريق اللي موجود يتكبد 50-40 كم يمشي يلعب في أقرب ملعب أقرب ملعب أخويا ما نشوف المشاهد هذي خمسة كيلو قرب على تزرك 10 كيلو على مدينة نابل تغيب في الشهر لفضيل بشوف مشاهد كمه هذي هما لمحالها ما عاجنش بشوفهم في اللوقات الكل احنا مهز ما سار تفضل حكيت السفارية دي كلام معناها ويوسف ما يزموش يتعديو حاجة كماذا أنا نقول وينو الردع وين العقوبات إذا مع عقوبات تكون صارمة وشو نقول حاجة رو مش كان في الفوت هذي صارت عندها مدة قصيرة ما بينماتش في المهدية بنات المهدية والمرصى صح صدقني كيف كيف صارت هكا دمومات وامبلونس وسبتارات وما صار حد شي لأخذات قرار الجامعة لالوزارة أو كيف شفت حد تحقيق الجامعة فرص التحقيق التحقيق يجب أن يتعمل ديريكت هذه التحقيق يتعمل من بعض على مدة طويلة باش الفرق الأخرين والنويد الأخرين يسمعوا يشوفوا يخافوا يتقى فما ردع يقول لك أنا يا أخوي أختاني من الاختية أختاني من العقوبات لو حليم المشاكل تكون عبرة وتكون عبرة وتقف بشوية بشوية اللي حكيت هذه ومشاهد من عرشنا مشاهد كما قلت القبيلة هذه ومعرش تتخيل أنه نحلوا تحقيق فيما صار في مدينة المهدية وفي قاعة المهدية بين المهدية والمرصة تتخيل أنه يتحل التحقيق على خاطر صارت برشا حكية تكيكا ومرور الكرام كل عاد ما أسي ولكن خلنا أعطيك صورة جميلة يا سيوسف فأنا ديما نكون متواصل في طرح نتاعي في كلاسيكو كورك اليد بين التلجي الرياضي التونسي والنجمة الساحلي في مدينة سوسا اللي انتهي لصالح التلجي الرياضي التونسي شاهدنا صور للأمانة أنا متعودش نشاهده في قاعة سوسا بين لاعبية التلجي مباراة كورك اليد بين مدربة النجمة الساحلي ولاعبية التلجي تونسي صور للأمانة محترمة جدا هذه هي قيمة الرياضة وهذه هي الصور اللي نحب أن نشاهدوها الصور حاضرة يا جماعة الخير هذه هي الصور بين قيس عطية وبين عياد يعني كتقول يتوال عبد الباقي تلجي في كورت يد في كورت السلة في البسكتبول في الريكبي في البيس ديما في مريفاليتي كبيرة صور للأمانة لن أعتد مشاهدتها ريفاليتي في السبور ما تعنيش عيدة هذه هي أصل العلاقة راو بيناتهم في آخر الأمر هذه هي أصل العلاقة بالسبورتيف راو تقا ملاعبي اليوم تقاها في الإتوال ونت تقاها في الترجي والعكس بالعكس وطوف الماش تقام يتقابلوا مع بعضهم ويتلموا في العروسات وتلموا في الأفراح وتلموا في القهوة ويتلموا بش يسهر ويتلموا بش معناها هذه هي أصل العلاقة جوست يلزم في ريمون مجهود إضافي من طرف المسؤولين في الجمعيات كل بش مثل هذه الصور هي التي تطغى عن رياضة متاعنا ومجهود بزادة من الأعليم احنا بدينا نتحملوا مسؤولية في أنه يجبنا ندزوا نحو توطيد العلاقات بين المتنافسين لأنه في آخر الأمر هو ماتش ماتش بتاع كورة مش مش تقف عليه الدنيا هذا ينبون بيستاج للجمعيات ممتاز جدا ريسير مختلفة جدا هذا هو الأصل أو جيت تيران تاعك ولا ذي تيران تاعك هذا من الحاجات اللي يخلي أنا بمكرك مرة في دورة ثلاثة أوت كانت ثم دورة في ثلاثة أوت عيد ميلاد بورقيبة تقام دورة في كورة القدم مرة الدورة هذه فيها الكليب والإسبيرانس والإتوال وصفيقس لعبوا بتونيات بعضهم بعضهم طارق ذياب طارق ذياب لبس مريون للنجم وعثمان لبس مريون للترشي لأنه كان ثم مع الترغيب في الشي هذا السي فريد كان ثم زيد الردع لأنه قبل نتفكروا بورقيبة الله هيرحموا مرة سمعهم لعبي ضرب باربيتر دخلوا الحبس ما غير لا تحقيق لحد شي قالوا حطوه في الحبس وقعدت ليلة شهور والناس تقرق بورقيبة مش سايبوا معناها فهمتني وهو في لأنه ضرب باربيتر وفي وسط الماتش وخرج شوية ذنب الاربيتر بونيا سماع بها مرقيبة شكونوا في إيكس شعرنا فيها الله يرحموا في الحبس قالوا كانت ناس تخاف وتلتزم معناها واحد ثم الترهيب صحيح وزيد ثم ترغيب في مثل هذه المشاهد من خلال مبادرات كما هالدورة اللي كانت موجودة فهمت مع بعضنا المتنفسين الأربعة الصحاح يتلموا في جو آخر ودي مع بعضهم يعملوا جو مع بعضهم ويعودوا الجمهور بالأجوال سعد باقي كانوا يقربوا سمحني خاطر يلا يلا بإجازة كانوا يقربوا في الأجيال لبعضها واجيهات لبعضها قبل كان زادة فما كمنتخب الجنوب ومنتخب الشمال ويلعب مواتش ضد بعضهم كل جنوب كل يعرفوا بعضهم وشمال قبل التراج وكلوا يعملوا يعملوا مواتش مع بعضهم في أكيب واحدة كيف كانت الرسائل تتعدى كيف كانت معتها كيف بدنا من الأول نحكيه كانت الناس تمشي تتفرج من عرش جدينا بورتكوان ونمشي تتفرج سفيق ومش ميحبش سيسس تتفرج في حمادي العقل تتفرج الكورة وشيخة لكورة يريد يريد الرجع من هذا شوية شوية إن شاء الله ترجع لأيام الزين الرياضة تنصية ونخليك تعليق على هذه الصورة الجميلة وإلا سيخالد سيعبد البقي تصور هذه حلوة برش أما نتمنى تصور هذه نشوفها بعد نهاية المباراة هذه تصور هذه ما نشوفههمش بعد ما يوفى المتش بعد ما يوفى المتش ماذا بينا نشوفه هذا ما نشوفه فيهم كان قبل المتش حاجات حلوة وحاجات باهية وأنا العبد في الثلاثة كيبات الكبار أما نحب نشوفها تصوير هذه من بعد ما يوفى المتش لأكثر لأقل تأكيد كيف يتغير بعد ما يوفى المتش لا تأكيد لكلامه المقابلة وقفة مرة ولا مرتين صحيح سيوسف ريتو معناها الروح الرياضية تبدأ من الأول يجبها تكمل يجبها تكمل للخر وتكمل حتى من بعد الدوش ومن بعد جواريه زادة تركف الكار وتشوف تقصد ربي هذا واقع كورتنا ما حبيت نفع بصورة جميلة لأنينا لا 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 حبيت نفع بصورة جميلة الأمانة صورة مختلفة لكنه مقابلة لكنه مقابلة سيوسف سي عبد الباقي لعبد في فرنس لعبد في الماني مع عمري ماريت بوليس في أي مج سواء كان أميكال ولا أوفيسيال مع عمري ماريت بوليس فما كان استادي استادي وليس عاف أكهو أنا مش نعمل الضغط غا صغيرة معاك أفكرت لكذا جماعيات كبرة كورت فيهم أنت حكيت للتراجل للتونسي النادي الإفريقي والنجم للسحلي سوئل في شوية بوليميك وشوية بوز كما يحب أشعر عليها للأمانة أفضل فريق مهيكا كورت فيه أفضل فريق مهيكا كورت فيه للأمانة بش أنا ديما كلمة الحق نقولها في كل شي من نواحي الكل هو التراجل للتونسي ما هو الفرق بين التراجل وباقي الفرق في تونس على مصوى كورت يد نحكي وبالطبيعة إدارة قوية مسؤولين يعرفوا كالشي تصرفوا نظام بروفوسيونيل في النواحي الكل الاستمرارية كل شيء موجود واضحة جدا شهادة للتاريخ حابناها تأتي من تقمص زي الترجي تقمص زي الترجي الإفريقي والنجم الرياضي السياحلي وثلاثة فرق نكون لها كل الاحترام والتقدير ولكن هذه الشهادة للتاريخ يقول لك ويء الحري الترجي ثم البقية سيوسف الترجي رياضي تونسي يتعادل سلبا ضد الأسيكا ميموزا هل فقد الترجي الرياضي تونسي جزءا من أن يسبل مئوية نحو الترجح للدور النصر النهائي لا مش موافقك لا سؤيل ما قلتش وافق لأن كل مقابلة لها الظروف متاحة وأسرارها كما لساك جاءت هنا وعملت تعادل وكانت ناشحة على مستوى النتيجة كما الترجي رياضي تونسي يجب يتنقل وكيف يكسب المقابلة أو على أقل يعمل تعادل إيجابي إذا عمل تعادل إيجابي عنده إمكانية بشي ترشح معناه ما تخدش حتى حظوث هو كونه الحالة جديدة كما تعامل مع المقابلة على أرضه يجب يتعامل مع المقابلة خارج أرضه والمتسعين دقيقة هذه التي تعتبر الشوط الثاني يتعامل معها متاع الترشح لا أكثر ولا أقل إذن كم خضوه قائمة الترشح للتونسي لحد الآن إذن إذن كبروا المقابلة اللي جاي هذي في الإياب بشتولي ضغط كبير ياسر على الفريق وعلى الإطار الفني وعلى كل ما يهم الترشح للتونسي واضح جدا سيفريد شنو اللي ممشيش في الترشح اللي تونسي على الأقل لتسجيل هدف وحيد في المباراة هذه شوف ترجي لعبة ضد منافس حظر ما تشوه على المستوى الدفاعي تقريبا العب في الثلث الأول مش حتى في الثلث الثاني في الثلث الأول قدام المرمى تعو العب ستة مدافعين قاري قدام ستة ثلاثة واحد في أكثر أحيان ستة أربعة سفر بالتالي اللاسيك ميموزا على المستوى الدفاعي الحقيقة كان نفهم برشة ريجور برشة أبليكاسيون ما فماش برشة أخطاء فريق عرف يصبر التالي بتبعية الحال الترجي ضيق المساحات على الترجي ولكن الترجي حسب رأي عمل مباراة كبيرة شوف مش بالسهل مش تلعب ضد فريق ياخذ الثلث متاعه الأول حتى كل الانترفال اللي ليني ما خلوه مش كانوا الليني كولي لبعضهم اللي 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 عملهم كانوا ما خلوه باش تقول ناخذ باس في الانتر ليني ولا باش تقول المساحات وانتنجم حاجة واحدة حسب رأينا ممكن الترج يقول وانو ترج سيطر على المباراة بالطول العرض لانو تاخذ خمس ساشن كورنير معنا انت الفريق السيك تقريبا تقريبا ما عمل حتى هجمة خطأ وحيد من بوشنيبة خطأ عادي معتا يصير باستثناء هذيك مش فريق كان يتكلف غالي كان يتكلف غالي ولكن اني قد سمعت باستثناء هذيك مش فناش الاشكال انا حسب رأيي ربما ربما شوف حسب لانو تعرف تلعب ضد الكيب تلعب بلوك با وهك وهذا في كل مرة الترجل يقف صعوبات وكل فريق يسكر على الترجل التنص إلا والترجل رقع عديد الصعوبات في الوصول للشيباك الفريق الخاص لا شوف وقت لي كيب تعتيك تاخذ الثلق المتاح الأخير وتعتيك كامل لسباس كل فريق أنا كنت نتصور الترجل عب ملعبي في النص زيد ملعبي في المليو تيران في الترجل زيد كنت نتصور كنت نتصور يكون موجود بوكرة وغشة لأن بوكيا لحقيقة كنت نتصور يكون بوغشة وغشة يكونوا على الجنة بساس يكون وراء رودريقي وكان ينجم يكون ممكن روجي وشعلالي ولا روجي ولا شعلالي وتقاء المهم بنسبة لنا وكونه كان مفروض الممرن ممكن يعطي فرصة أكثر بيش يلعب أكثر على الأطراف لأنه مكتعرف عند وقت يكون ملعب كيف عملت بلوك با ماذا بيك أنت تلعب شوية وشورتو زاد فيما حاجة أخرى القدام ما كان شفا موضمون ما شك يخليك أنت تتحرك في الأماكن الكل وفي تغيير المراكز بيش تفتح الثغرات في الأدفرسير ما كانتش موجودة دونك أنا حسب رأي اللي شفتوا بوتاتر حتى فالشوط الثاني وقت اللي رجع للخطة هذية رجع للخطة هذية خرج الساس وشعلي لزوز الملعبية الوحيدين اللي نجم يوصل لكورة للقدام المهاجمين دونك على مستوى الكورة الثابتة ربما كنت نتصور يكون أكثر تنوية على مستوى الكورة الثابتة لأنه كان لحقيقة خفيق كبير على لمستوى التزديد كنت نجم نتصور بلوك با معتها مفروض معتها خاصة أنه المساحات موجودة لأنه كان موخر برشا شوفنا تقريبا تزديدا تعبو قرر فقط اللي كانت تزديدا تعتبر مؤترة ثم زاد الحقيقة البوكيا بالنسبة لنا كان لعبي إلى حد الآن ما شفتش منه حاجة يعني خارقة وما شفتش كان فما المفروض يكون تنشيط على الأطراف من لعبين باش يتحطوا في وضعيات متاع كيف ما قلت بوغرة وغشة ولا بوغرة هو بوكيا بيدو شفتو يخرج برشا يدخل برشا للوسط ما يلاعب ملاعب بتاع أطراف هو بيدو يدخل أكثر للورا لتكا بوكيا بيدو يدخل أكثر للأطراف كي تلعوا للتيرو متنجمش تهاجم فريق في البلوك كيف ما بدو يتيرو مع التنجمش تحطوا في وضعيات من قريب اللاتيرال باش يجيك من تالي يدخل في من قانتران حتى كان باش يدخل في من قانتران يدخل يجيك من بعيد موش بالتالي الترجي كان ممكن يكمل المباراة حتى على مستوى حجم اللعب في اللخر بكل وقت اللي خرج الساسو وخرج الشعليلي درجي اللي يلعبوا أكثر كورة تكيلة وهذا اللي نعيب لانو معدش مشكون يربط بعد خروج الساسو وشعليلي معدش مشكون يوصل الكورة للخدير نمشي لك يوسف هالأخ ميجيل كاردوزو في بعض الاختيارات أو في الرسم التكتيكي اللي انطلق به المباراة هل كانت عنده بعض الاشكاليات التكتيكية في المباراة أول كانت الأخطاء التكتيكية موجودة وتوقع لها أبو بري فريد وفينا واحد فريد قال عمل ماتش كبير لكن عمل في شل التكتيكية لاني كاردوزو لأ خلج برشا أخطاء تكتيكية يعني نخلج برشا أخطاء تكتيكية يعني نقول مع ملش مقابلة كبيرة ياسر تكتيكية المجهود موجود لكن تكتيك ما ما نجحش تقول أنت لترجل يالي تونسي كل فريق يتكتل ما يلقاش الحلول هنا نقول لك هنا مش جديد على الترجل يالي تونسي ورانا الانترناير البرتجي تعامل مع المقابلات هذه ولقاء الحلول في المقابلة هذه فما أشياء هي هيك الأساس اللي ما صارتش قعد يلعب كل هونتبول عزون يلعب عزون أولا الشكون اللي يعمل في بشي لوج لزان ترفال هما لجوار اللي مل تاني وقت للراء وقت التخريج الكورة ما تمشيش في الانترفال هنا يقول لي مسكر فما حالات تللط المقابلة فما حالات وين ما بين الخط الخراني اللي هو فيه خمسة مستة منموم خمسة منموم خمسة مستة منموم خمسة فما فراغ شو ليصير هنا تكتيكية نح هنا نرجع لسؤالك منموم نقول لك أخفق ولا قال لجوارات ما لجوارات ما اللي ريتو انت أنا اللي ريتو في الحالات هذه الجوار اللي يفرق من جوار عادي وجوار هو الجوار يغزل للكورة والجوار العادي يغزل للكورة في الحالات هذه أكبر حاجة في المقابلة هذه الملاعبية تغزل للكورة ما معناه بس اثناء غايلين اللي مش تحكي لليه بعض شوية ما معناه خاطر هيكا طريقته هنا وقت اللي الادفرسير يسكر يزم فما واحد من عراج في الهوندبول يستعمل وعادي فكساتور يفكس ولا يلدقاج ديجاج ديجاج مش بشي لعب يلدقاج ديجاج ديجاج علش نقول لك هنا الجوار اللي عنده كورة يغزل للإسباس وهكا وقت تتعطى الكورة في الإسباس اللي خلقوا الجوار أنا ريت اللي كانوا الجوار سيرتوا لولانين اللي هما الادفرسير ويقف عليهم هما يغزلوا الكورة يعني يوسف ذهنيا هنا لا لا تاكتيكيا تاكتيكيا واضح لا تاكتيكيا فهمني أنا الكورة جاية على يمين فانتك فانتك لا تاكتيك لا تاكتيك الجوار اللي هو يجي من التالي بالشيخ والإسباس حكية والباسور يعطي الكورة فهم وفهم ديزان سيبا كمبليتمن سور الكوت ما هوش على الأطراف تماما لا نستعم شوف ديزومتر تعمل كاري دو كنس سور كنس من ومن هكوما سيلك كاري دو لامار ما معنى كاري دو لامار يزي من الكورة تمشي الفهم وليطل الكورة يطلب عن دياغونال يطلب عن دياغونال تبعني معاك معاك وقت يطلب الكورة عن دياغونال وتخلط الكورة الأدورسير ما عشان يعمل حتى شي ماذا يعمل كان واخلط ماخر كان اخذي الأدورسير الكورة معنى صاحب يخذي الكورة او في موزيسيون بلش يمشي والسنتري ثم دي سنتراج اللي صارو هنا هنا علش قط التكتيك السنتراج الكل يضعون في السي متر بما أنه الأدورسير هو معنى مبلوكي وين يمشي الادورسير يمشي الكل على سي متر كيف يجب 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 الادورسير لالدوزيم ليل مبلوكي وين سير كمتا دي زي متر خط الكورة يجي فام الجوار يجي ملتلي يجي ملتلي يجي يقول تكتيك واضح انت الادورسير لا عملها ولا مماليش هنا سي اروا روار عملك الانترنان هل الجوار قادرين بش يعملوا هذا ولا دخلوا في اللجو ولكن يعطيه حق الفريق الخاصم اللي عمل مباراة دفاعية محترمة جدا يعني فم دراسة معمقة لكل نقاط قوة الترجل بالطبع هذا محذر درس مدرب لاسيك شوف وهذه مفاشئة مفاشئة أنا سوربريز برابور على طريقة اللعب لاسيك لاسيك تكون تكنيك تكون تكنيك وكيف تشوفنا اللعبة في المقابلات تخلق دز إسفاس مرة هذه لاسيك ولكن نبدو مع الفرنسي تغير الفكرا لأنه حتى على مستوى الأدوار التمهيدية والتراشح لدرنصري قابل هدفين فقط فريق الأسيك سعشان كنت تراجي في إخ ستما مباراية لم يقبل ولا هدف وهذه ناحية إيجابية لدفاع التراجل التونسي أصبح دفاع حصين لا دفاع حصين باش بلاتاك واضح دفاع وناتاك الاسبرانس الدافع وهي تراجم خالد إذا كان نخزر ونحن نشوف وتويك الماتشوات اللي تلعبوا كل روى بار الأهلي مركات البخيب كل ما زرو زرو 3 أحصائيات أربعة مباريات هدف وحيد على مستوى التكتيكي مع السيدة ماتش معتلي تغاط عليهم برشة الأمور التكتيكية خاصة بالنسبة للفرق اللي لعبت مع تخارج مع العب على مستوى الدفاع يعني كانت الفرق ويقفة مليح وحضرت ماتشواتة دفاعين لحقيقة اللاسيك لعب مباراة مثالية على مستوى الدفاعي خاطر ماتشد كوب الخاصر يجي على برا ما عندوش تدير تقول لك ما زالت سيدقيقة أخرى سيدقيقة أخرى نعم 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 كان ماركيت ربحت كان ماركيت عندي شانس تقول العكس بالنسبة للإسبرانس تمشي لغاديك ألدوها ماركي ودو نباون كسي كيف كيف زيدا كيف كيف سيوس سي عبدالبيقي للأمانة غيلين الشعلي اللي أول مرة تقريبا يهبط تشوي لغ في الشامبيونز ديج الأفريقي مبارات ولا أروع من غيلين وكأنه غيلين ثم البقية في الترجي عطينا نقف انتا غيلين مش جديد عليه غيلين طول لو شوفوا فيها ما غيلين رغم اللي طلعها هذك هو غيلين معناها ستنجور تريزي في كاس ملاعبي معناها مؤثر جدا ووازن جدا على مستوى تحقيق التوازن مطلوب في الفريق متاع بو برشا ناس اللي أموا على تخريج غيلين جيماجين وحسب معلمت أنه المسألة صحية طبية بحتة معناها ما يجمش يكمل 90 دقيقة طوى إن شاء الله ربي معاه ويزيدي يقف على سقيهم ليح ماشي واللي يكمل لهم 90 دقيقة ولكن في الوقت اللي لعبه كان معناها في مستوها العادي ما لي رزمو أنا بالنسبة لي قاعدة نقصة شوية كاليتية القدام إن شاء الله الماتشواتيجية تفند تفند الرأي هذا ولو أني نحب نرجع على حكاية السؤال متاعك الأول قلت هل تقلصت حضوظ ترجي ما تقلصت بتبعه أو كيف تقلصت هو نورمال ما في عالم كورة القدم الأولوية وقتلعه في الميدان متاعك طبعا هذيك عندك فيها أولوية لو انتصر الترجي بفارق عريض كان يمشي للكوديفور بنسبة 90% مش يترشح فارق متوسط تعزوز هدافي يمشي بنسبة 70% مش يترشح فارق هدف يمشي بنسبة 60% مش يترشح صفر صفرته ومشي بنسبة 50% ولا حتى 40% باعتبار أنه لاخر مش يترشح عليك الأولوية في الميدان بتاعه ثم تقلص في نسبة الحظوظ ولكن الحظ لم ينعدم الحظوظ لم تنعدم بالنسبة للترجي لأنه كما قال نتيجة تعتبر إيجابية لها في رادس الترجي قادر بشي يعمل نتيجة إيجابية خارج ميدانه وإذا نعمل مراجعة للمباراية الترجي الأفريقية أغلب ترشحات المهمة حصلت بفضل النتائج اللي روح بها من برق 50 مباراة من خارج الديار هذه الأحصائية الترجي متعود على المسابقة وعلى الخروج البرق وثم كل الظروف الملائمة في أبي جون باش ترجي يجب يؤدي مباراة في المستوى اللي يحب عليه مع ليهم اللي يبرهنوا على هذائق في المقابل نواصل معاك وصارت بوليميك كبيرة على أداء الحكم ملكيني في المباراة ضربة جزائي مش ضربة جزائي ولقطة شبيهة بلقطة الدرب بين ساس وأحمد خليل المرة هذه بين مدفع الأسيك واللاعب يظهر لي ما يجدر صاف القنواتي ما يجدر صاف القنواتي في الفعل حكو لا هل ظلم الحكم يمكن التلج والعباد أنه راه مش في كل لقطة الفاري عايت لك وقت الفاري يكون متفق مع الحكم رو ما عايت لك ش واللقطة هذه جيد باش تبين أنه مش كل بيون افو راي اغريسيو البيون افو ثم التهور وهذا يقتضي الورقة السفرة وثم يتوصل للأغريسيو لأغريسيو يعني ما نلعبش الكورة ونلعبك انتي هذي شوش ما نبشيلك في وجهك دا كوردو اما انا وياك نلعبوا في الكورة وتحاككنا مهما كانت تحدث لحتكيك ناخذ ك كورة في الهواء طال على تاكو وديفونسير مع بعضهم بالرأس الكورة فلتت من لتاكو كي ضرب برأس جاء رأس في رأس لعطيه ورقة حمرة ونعطيه ورقة حمرة لأنه لعب الكورة إلا رأتي فهمت هلون هنا تحسب على تدخل في باب التهور ورقة سفر نفس الشي بالنسبة للقطة متاع الطالب فيها حتى التكنيك ما ثميش بالنسبة للساس نرجعو ونعود مني تثبيت عليها عود وصب دكور دو هنا دليل وبرهاد فيونافو ميل الجوار ريفواريان لعب الكورة وسيق ومس الكورة من با تكنيك حتى كوفران ضد ولا ممش ممش للوراق وهي توازي اللقطة اللي حصلت بين السيتي وليفربول واضح جدا يلا لتفاعل سيوسف بإيجيز تصريح ميجيل كردوس وبعد نمش إلى كورة كير بفضل إيجيز إيجيز الذي قاله عبدالباقي اخونا فيما خص الحظوظ اللي قلت الحظوظ كيف كيف نعطيه الأنف اللي عايشناه في التراج رادي تونسي بالتاريخ 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 رجعنا للتاريخ واخذينا احنا هزينا الكوب متاع الكوب دي كوب هزيناه البر في الانغولا في الانغولا مع التألق شكري على الوقت في بيلانتي جبناه من البر حاجة أخرى قروع لحبنا هنا ثلاثة تروازة زيرو مشينا لغاديكا إليميني قبل دي منوت ترشحنا اخسرنا تروازة آن مشينا هذا كفانتاج الذي يحكي فيه يبا دافنتاج تحب تقولي تراجي ماشي للكود إيفار ويجيب التأهل تروازة زيرو قلنا مشينا لغاديكا ربحين تروازة زيرو أكثر تروازة زيرو نعطيك مثال اخر ربحنا الواك هنا 4 1 4 1 مشينا لغاديكا اخسرنا دوزة زيرو هذا ولا هنا وترشحنا للفينال وهزينا الفينال معناها عبد الباقي اللي كونه أولا قيمة التراجر تونسي والخبرة متاحها الحظوظ متاحها أنا في نظري توقع تنتقت في جرواز كانت كنت ربح أنا زيرو وبرك في تونس ركب شيت لغادي خرجت هليميني حبي تقول لك أنا كي تضيع إمكانية التهديف والربح في بلادك تقلص من نسبة الحظ لا تخسر حظ لا أنا قلت تحافظ على حظوظ ولكن هناك فرق بين نمشي في جي بيت لاذا بونت وبين نمشي في جي بيت زيرو بيوت هناك فرق حتى في التناول الذهني المباراة هناك فرق هل ستتتت هل ستتت يلعب برشا وقال عنده الامكانيات البشرية بإيجاب ماتش من البرة أساك سيبال ميرابوار كل صراحة فريق بون محترم بواء الأليني ديما كما قلت لك نمشي هنا برشا بوات ديما أضب نسيت أنا مقابلة ضد السودان هلال السوداني هنا قبل نعرف 15 منوط أو 20 منوط ستتتت تثبت عليها ويلاعب فيها معين شعبين خمسة بواحد وفت وفت خمسة بواحد معناها ستتتت على المجرى المقابلة ولكل كان أفضل ويا حب ذا وكان أرتاح لو أنه تنفل آخر ملاحظة دعونا أخر ملاحظة آخر ملاحظة وبعض سؤال اللي كنت شعب نظموش حق جماهير الترج طبعا هذا هو اللي بشعكلي يعني ش حركة ليس حركة ليس حركة ليس حركة ليس حركة ما اسمه سيوس ساعاتي وقت ليس من النوه بالشماهير نوه موش كونش رائعاً رائعاً إن شاء الله هذا كله يتواصل إن شاء الله الترج يروح بالكاليفيكاسيون من أبي جو ويواصل جمهور الترج على نفس هذا المنوهل ولو أنه أنا بالنسبة لي ثم الناس اللي تحبت الدراماتيزي وكذا ومن طوى بداوي واحد أنا بالنسبة لي راهو دخول الدور الأخير من كأس أفريقيا هذا هو جنرال بالنسبة لي أنا إذا كان نحكي منطق أبجيكتيف هذا هو الأبجيكتيف بعد تالي سوصون ديماش دكوب كما قالت يوسف فورما تحضر فورما تغيب أربيتر كوريكت أربيتر مش كوريكت كورا عكست كورا ما عكستش كل شيء يجب يصير الفشل في المشاركة في تشامبيز ليج هو عندما تغادر دون أن تصل إلى الدور الأخير الوصول الدور الأخير في حذته حافظ به الترجي على حجمه كموران إفريقي تبقى كل ماتشو ماتشو أنت وزهرك أنت والجو الماتش أنت وليسي الكورسطات ساشون كل هاجس الكبير ترجيين كل التأهل إلى المنديال لأنه سيدر على خزينة التلاج التي تونسي لو تأهل أو إن شاء الله يتأهل التلاج إلى المنديال المنديال أموال قائلة موش مرتبط بالضرورة بأنك تتعدل بنتائج الفرق الأخرى نحكيه على المنديال مرتبط بأنه الكوب دافريكا هذه ما يلزمش تهزها بيترو أتليتيكو هي اللي تخوف في الحكاية كل فهمت إذا كان ما هزلتاش بيترو أتليتيكو التأهل المنديال ويرت هتخلي إخوية الكورة بيدين ملاعبية التلاج ويرتقال ويرتقال هو بعد شوح الأمر بتاعهم بدين أتليتيكو التراجي حظوظه في المنديال ماشي مرتبط بالترشح للدومي فينال أساسا فقط هو يلزم يحب يترشح للدومي فينال ويحب يترشح للفينال ويكون هو الأهلي إذا كان يترشح للفينال هو الأهلي ثم تكمو في المنديال أو يقعد ينتظر أن الكوب دافري كذلك يجب أن تزعيل أهلي سندون وقت التراجي في المنديال حظو ويفر التراجي حسن مريته وريد الفرق المنافسة للشامبينيز ديق الأفريقي نحكي على الفرق التي عندها تقاليد نحكي على الأهلي نحكي على سندون نحكي على التراجي كذلك الفرق التي عندهم التقاليد في التويج بربيت أبطال أفريقي حظو ويفر التراجي للمنديال شوف أنا اللي قلقني تقلق فيها بيترو أتليتيكو نتوقع منها كل شي فهمت عليش أنا سعد بانتصار الأهلي وبتعاد السندون ولو أن السندون لا يذهب نروح في الرتور مع يان غافري كذلك الله وعلا أنا نتمنى سندون تترشح ونتمنى الأهلي تكمل مهمتها وتترشح بيترو مش أهلي نتمنى الأهلي ينتصر وقت ترشح المنديال واضحة جدا آخر طريق نمشي الوائد يلس يوسف كل التقدير والدعم والشكر للجمهور متاع الترجع التونسي فالوقفة هذية وهنا رسالة رسالة الملاعبية يش يمشيوا الغديكة ويفرحوا الجمهور هذية يعني هذية رسالة قوية ياسر للملاعبية يجب أن يأخذوها بعد الاعتبار وقت ضبط النفس وحافظوا على حذوذ الفريق من ناحية العقوبات وكانوا مثاليين أنا رأيها هذية رسالة كبيرة ياسر للملاعبية للمقابلة الاياب واضح جدا إن شاء الله يكونوا الملاعبية في قيمة جمهور الترجع العريضة هذا المباراة يصفقوا على الملاعبية هو مخرج هذه رسالة كبيرة ياسر واضح جدا يلا الحري أنهينا مع الترجع التونسي والترجع إن شاء الله مشي سيف النهار الخميس ماضي ثلاثة تاعة العشية إلى أبي جون في رحلة مباشرة إلى أبي جون إن شاء الله يرجع بورقة الترجع إن شاء الله في حسن الخميس ستنحكيه أكثر على مباراة العودة سيوسف وباقي المجموعة سحول حضور ترجع ريادة تونسي في التأهل إلى نصف نهاية ربيط أبطال أفريقيا ترجع ريادة تونسي عنده كل التقاليد وعنده كل الخبرة لتجاوز فريق أسيك في أبي جون بالذات فهل ستتجاوز كورت ليدة تونسية كل الصعوبات التي تمر بها وخاصة نحكي على المنتخب الأول الفيترينا والحري نحكي على كورت ليدة تونسية يبدو لي في العامين هادم أو بل شوية كورت ليدة تونسية تعاني من عديد المشاكل شنين الأسباب اللي خليت منتخبنا يقدم أول حاجة مردود مهزوز ويحشم في الدورة التأهيلية إلى الأولمبياد خسارة أمام البورتجيغال بفرق عريض خسارة أمام المجد بفرق عريض وخسارة مظلة أمام فريق النورفج ساشون كوك المنتخب التونسي تمركز الثالث إفريقيا بعد مصر والجزائر طيب من أنتحب نبدأ نبدأ بالمشارك ونبدأ بالمشاكل اللي عند اللي عندك أنت الكل أخوة طالت كورتت بفضل عطينا المشاكل والمشارك نبدأ بالأخر حاجة اللي المشارك المشارك كانت أنت تشوف ظاهرة معناها اللي باش تصير مصيبة في التورنواء أنت تمشي كإطار فني جايبينوا ببرشة فلوس بدون تحذيرات أو الحاجة تسافر بدون تحذيرات فماستاش في الحمامية تعملوه؟ لا لا ما عملوش بشيو الجوزولمبيك بلاش تحذيرات بلاش تحذيرات الإطار الفني كان موجود في فرنسا ديريكت حول المجر بلاش تحذيرات بل حد شي سافروا قبل بنهار من التورنواء والحاجة الخائبة الثانية اللي أنا حسب رأي أنا ما فهمعاش فما شخصية حاليا في الجامعة تونسية ولا حتى ما فهماش شخصية في الإطار الفني اللي كان ولا اللي مزالته وخاطر مزاله ما نعرفوش ما باش يصير معناها في الأيام القادمة اللي ما فهماش شخصية جوارات يحكموا وقتاش يترينيو وقتاش ما يترينيوش غياب تام للمسؤول عنده صرامة باش يقول هذي معمرنا ما سمعنا بها معمرنا ما شفناها دونك هذي لوجيك باش يصيرو نتائج كي من هذن بالنسبة للعب و بالنسبة للديفونس والأطاق والكورة فوسط التيران ما رينا حد شيء ما رينا مريناش كورت يد بتاتا سوى ديفونس كما هما قالوا لتار الفني معناها ديفونس حضرنا ديفونس وحضرنا وحضرنا ما رينا حد شيء رينا شوير على الأمان شهات بعض المضرية شوير على رينا ضعف كبير معمري أنا معمري للحظة دية ما رينا تكورت يد بالنبوه ذيك نبو نبوه حشم أطاق ديفونس أنا ما نلومش لعبين كما الجامعة تونسية حطت اللوم الكله هذي مش أول مرة الجامعة تحط اللوم على لعبين قالوا سيام وقالوا رمضان انتي عندك لتار الفني والجامعة تونسية لكورت اليد انتي عندك اختيار لعبين انتي اخترتهم اللعبين نظومها وهزيتهم وهزيتهم سمحني وقال اليوم نحكيه على باتريك كازال اللعب فرنسي محترم جدا مع منتخبل ديك درب الرابطة المحترفة الأولى في فرنسا يعني مليون كورتات كيفش تقول لي مدرب ضعيف شخصية كيفش نجيبه مدرب ضعيف شخصية وشكون جيب باتريك كازال كي يعرف هو ضعيف شخصية ايجي نقولك حاج نعود نقولها ما عندوش شخصية وضعيف شخصية لنيموت رب يطول في عمر روما هذا ما يمنعش اللي انتي تكون لعب كبير باش هذا باش تولي معناها مدرب كبير وتنجم هذا مدرب منتخب وطني هذا مش منتخب مش مدربة جامعية عادية تقتل يرانا في فرنسا مع رشان نونت نونت ولا دانكيرك يرانا ما عملش ديوري زلطاء ما فهم أحد شي وما عملش ديوري زلطاء على الجبنيه منا الله وأعلم على الجبنيه شكون جيبه أكيد الجامعة التونسية لكورتليت جيبتوش كمش يجيبه السيد كريم له لي اليوم ما نعهو في الإدارة الفنية دونك سي رئيس الجامعة هذا خطأ من الأخطاء اللي قاعد يعمل فيه من اللي يشد الجامعة التونسية لكورتليت من اللي يشد الجامعة التونسية لكورتليت خطأ ورا خطأ ما فهماش حاجة بوزيتيف كان تجيب لي حاجة بوزيتيف ما فهمش شنوه البوزيتيف سي خالد وهما لكلم الفاذي ويش كي بلعبات إيه اللي يقوله الحق يقدم بيه قضي إيه اللي يقوله كلمة الحق ننتظر قضية الليلة في شخص كنت يمترف السيد كلمة ليل أنا جو منفوق أنا جو منفوق أنا نقوله كلمة الحق في مصلحة كورت اليد وفي مصلحة اللعبة اللي حبيناها واللي أعطاتني لقينا كواحد من الناس برشا حاجات دونك شو بش نقولك أنا حاجة ملحويش اشتراكية مع تركيا عبركش يريد تركيا سمعتش بتركيا هونت للأمانة لأ شنية المنفعة منها الاشتراكية مع تركيا شنية المنفعة كي تعاقب جوارات تعاقب جوارات على العالم قبل صار تراو ديكا معنا جوار أعبش نجيك العقوبية شنوى المنفعة كي تقاك عنك عباد مندسة اللي غلطوا في العبات في الرعي العام من ما جميعوا شنية الحاجة أنا ماذا بيه يكون هوني موجود معنا واحد من الجامعة ويجاوبنا على الأسئلة متاعه الكل ويجاوبنا على اللي صاير كل فكور تليد تونسية أنا ديما الدعوة مفتوحة ليكسي كريمة دائما دعوة مفتوحة في بلاتويت قناة حنبعل بش ترد على أي كلمة تقالت مرحبا فضل وقل شنو آخر أنا بش بش نرجع توقيا من الجامعة رئيس الجامعة عمل لكل شي بش هو يشد وكننا معناها أنا واحد من الناس كنت معاه أمانا معاه الإنسان اللي بش ينفع وإلي بش يزيد حاجة بوزيتيف في الكور تليد تونسية ماينفعش كاي منهليل على رأس الجامعة؟ لا هو فشل تام فشل سايبون فشلت جيبت انترونير جيت 25 يام مونديال الأخر هو قام شرجح لبلاست هربت زيت هربت من بلاستها عرفتك السكة باش تتركب السكة ساي البطونات زرفته البطونات طاحوا في الماء ما عاش نجم تلقاهم وقعدنا كيفاش يقولوا نرفسوا في حلاب مقعور سامحني في الميذية والمثال اللي طابق عليه كوبدافريك نورمال ما احنا لولا كان مش لولا الثانية ماكس ثالثة منترشحوش وطوماتيك مون الجوز أولمبيك مشينا للمجر باش الليلة محمد رسول الله باش بحظوظ معناه الجامعة مشيت والإيطار الفني مشيوهنا للمشاركة اهدار المال العام ان نسميها اهدار المال العام عنا تمشي انتي قبل بنهار ولا قبل كارون تويتور اهدار المال العام اذي ما مشيت بعثت الجنيور انتي خير احنا حتى الالعاب الافريقية مشاركنا نشفيها الالعاب الافريقية مصر شاركت بشنيور بنتولات اتزير كيف كيف بنتولات كان تونس ما مشيتش لا ايناث لذكور صح لاهين كان بالحكاية الفارغة هذا الكل سؤال وين ماشين يقولوا معنا ما نزلنا زي ما نخدم وقتاش بش تخدم اذي راي اذي ملك او وطن اذي ملك الدولة اذي رايو مش جامعية بش نصبروا على اللي قاعد يصير طو في كورة اليد تونسي كان المشاكل كان اه 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 نعودها مشاكل ما فما حتى شي عاملوه من اللي جاو وانا نقول من اللي جاو رايو مش قاعد نشوف انا قاعد نشوف بشار واحد هو يحكي في الامور الفنية هو اللي يحكي في الامور تسيرية هو اللي قرر كل شي من اه للاخر حكم الشخص الشخص الواحد يعني حكم الشخص الواحد هذي ما عمري ما ريتها نحسك انت متحامل شوي على كريم الهلي او كانت عملك معها مشكل شخصي ما عندي معاه حتى مشكل هو هو في المأمورية متاعه دونك يا أخويا خلي بلاستيك لغيرك هو في المأمورية متاعه اي حاجة عملها في شل مش نقضوا احنا لكلكو مش بش تنفع مش بش تزيدنا اي حاجة وكما قلت لك راهو حتى اللاعبين عندي راهو كونتاكت مع اللاعبين اللي قاعدين داو ينشطوا طوف المنتخب الوطني راهو ما عاش فام ما عاش فام ما ليلة محمد رسول الله ما عاش فام ما قدر اللي كان اكيد اللي كان الملاعبية تفرض اليوم على مدرب وناخب وطني يجيبينوا من فرنسا بالأورو يخرج في العملة الصعبة من البلاد ويشرتوا عليه في دورة المجارة التأهلية سعاب البيقي يرفضوا مش ما ندربوش في الصباح ندربو كان في الليل ويرضخ الإطار الفني ويرضخ بقطع لضرع سيم شو سيم يمنعك من اداء المهام من اداء المهام من اداء المهام تاعك الكاليفيكاسيو مقرم من برمجة من قبل تعال ايبو انا معناش فيها شواء لا غالب سيتين بروغراماسيون انترنسيونال معناش فيها من الجموش احنا نبدلوا فيها الوقت يزموا موما يلتزموا من حب نسهلك ويال باعتبارك تكنيسيان انتي تحكيو برشة عاللي جينيراسيون فلوهود كل مرة يقولك جين جينيراسيون بها جينيراسيون هذي قبل الخير هذي جينيراسيون بتاعتولي هل اني قادرة باش تعمل مفرومونس خير من اللي عملتو لحد لين نحكيوك كفالور متعم متعم لعبية متعم لعبية ايه لا ما فهمش للأسف ما معاتش عننا كي ما قبل ما قبل تسمع فلان كيب ناسونال جينيور مير بوتور في شومبيون دافريك مير بوتور شومبيون دومونت احنا قبل جينيراسيون بتاعتنا وسيد العياري صح مشينا كوب دومون لبريزيل احنا نروفج صح صح جينيراسيون نحكيلك عليها فيها وسيم هلال فيها جلال تويتي فيها مارو مقايز فيها صبحي صعيد عديد الأسامي معناها ظاهرة اللي كيب نصينا لجينيراسيكا ماشي في الطريق الصحيح طو احنا لا نشاركوا قاعدين طو كي نحاربوا في الزير مش نحاربوا في مصر تزير قاعدين احنا توكيف حكاية تخوفنا وكأنو تحب تقول يكورتات في تونس انتهيت مش انتهيت قاما ما فماش ما فماش الحل مستقبل ما فماش مستقبل الحل مش موجود الجامعة قاعدة ترفس وما فم حتى حاجة تطمن ما فماش لكن ما فماش جينيراسيون به يا واقل الجامعة ماذا تجم تعمل ما تجيبش يطرفاني بالفلوس ذيك الكل الفلوس ذيك النجم يجب على البروبلام لا ايه يجب تعمل بروغرام مع الجامعيات تعاون الجامعيات معنا تخذم على خلق جينيراسيوخ صحي تجيب كفاءات افكار جديدة مش نفس مش العبات اللي انا عايشت معاه الهوند تبدل واحد يسوق مانيول حكاية حياته الكل جي انتي في نهار وليل تعطيك كارباتوماتيك شنه يصير يدخل بعض وكيد شنه يصير ما مش ساي يلزم ايه صغير المتاعي اليوم هنا وانتي فني وعديد الفنيين وانتم قدمتوا برشا لكورتلياد التنسية وعديدة هي الاسماء اللي قدمت لكورتلياد التنسية للامانة اجيل وراء اجيل وكانت الرياضة الوحيدة اللي قطل نمشي للمونديال ياسيوس ولمشي لأولمبياد عنا ثقة ونربحوا ألمانيا ونربحوا نورفيج ونربحوا كل المنتخبات قطل نبدأوا في اليوم امتران وكونوا حاضرين لأنه موجودة عند اللاعبين وخاصة عند الفنيين التوينس للأمان النجاحات بتاع كورتلياد التنسية شاهدناها مع المداربين التوينسة السيد العياري سعيد المرأة الله يرحم وعديد الأسماء عديد الأسماء قدمت لكورتلياد التنسية اليوم سؤالك انتم مين وقت اللي جاي باتريك كازال يا وقف فوطلوم وراء الجاي مع التنسية وانتم فنيين هاو يا سيدي عنا ويسام حميم أيقونة من أيقونات العالم مش كورتلياد التنسية فقط ويسام حميم في 2005 هدف بطولك العالم ومشي من 2005 مشي المنبولي وعمل اسم كبير في كورتلياد العالمية يسرتو في فرنسا اسم كبير ويسام وينه في هذا الكل ما يفهمش كورتلياد هاو أعلى تلاجة تدريب يقولوا عنده في فرنسا هاو درب في سان رفاييل هاو عنده كل الإمكانيات هاو وقل المنتخب هاو يغير على المريول ناحي الآخر فرنسي يا سيدي هاو ويسام حميم في هذا الكل وينه ويسام صحيح لعب كبير برشة أما ممكن في الوقت هذا ما هو تيش جايمتعه ويسام ممكن محكوم فيه منعرش اللي حكيته منعرش محكوم فيه منعرش 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 باتريك كازال ويسام حميم أنا قلت لتار الفني كما قلت لك أنا يجي مثلا سيوسف منعرش أنا أي أنترنير يجيك قلت لك جوار ما نترينيش السباح عندك زوز حلول يروح يتعدى على المجلس أديم وينتريني السباح أنا شنشوف جوار يحكم شي تسمى لتار الفني عنده شخصية أو ما عنده شخصية نعم عنده شخصية أنا عدمت الشخصية ما عادش وتحلق درس ورئيس الجامعة كان موجود في المجل كان موجود معناها أعلى سلطة في الجامعة التونسية موجودة لتار الفني موجود ويجواري تحكم يعني رئيس الجامعة ما عنده شكلمة مع اللاعبين ينصير ما عنده شكلمة كما هم مالك جواري تحكم ما قلت ما ترينيش السباح مالك كيفاش وهو وقالها زيد ما قلتها شي ماليخ نتفاعل فضل يصف نتفاعل معك وقالت محسوب بالمشكلة المتعال هوندبول هو مشكلة قولت القدم وقولت التخير وليظ الكل الكرة جماعية معناها تطلب أكثر هو استراتيجية وكان تطلب برنامج اللي فيه تطوير اللعبة احنا عشنا في هنا قلت حاجة وانتي نحب ناخر رأيك أكثر بوضوح في أن الواحد قلت اللساني اللي مالف يخدم مانوال وقت اللي يولي بال الاتوماتيزم إذية أنا نقول لك اللي يخدم مانوال ما عندوش الخبرة هذه نقطة النقطة الثانية أي مدرب في أي ديسبلين ويكون مدرب محنك ونأخذه السيد العياري ونحييه تحيي لي السيد العياري هل تشك هذه أكيد اشتاد معناها لعبته في الجونيور واللي كان يسايا المدربة متاعكم هو سيد العياري عدنين بالحر السيد العياري وقلت أشياء اللي وصلت بشربحته النورواج وهكل الجيل هكاه هو اللي يكمل المسيرة للفريق الأول وفي آن واحد اللي نفع من الكلام اللي يجب بتوضح لي لسيد العياري هو مانوال صح ولكن كان ناجح بالفكرة المانوال هل سيد العياري سيد العياري سيد العياري هالبجاج متاع اللي عنده هالخبر اللي عنده سيد العياري ما عندوش تطور والروسيكلاج بالنسبة لي الكرة العصرية نستغله خبرته مع النظر وربي شفي تعم شوية سيد العياري نحكي انا اخذنا مثال اللي أعمل الميور تكنيسيان تونسي في المسيرة متاعه في تونس خلنا أعطيك بعض الأرقام سيوس في هذية هل المدرب اللي هو محنك ونستعرف به وخلى بصمات متاعه ما نظن يسير السيكليبار بالعكس بشي طور وبشعة الإضافة هذه نقطة النقطة الثانية واللي هي قاسية فيها على مستوى الرياضة الجامعية هو على مستوى الكلوب طبعا والتكوين داخل الكلوب هنا هنا أنا ما نجمش اللوم مية في المية للمكتب الجامعي اللي هو يتمثل في تسيير الشمبينات لكن ديلكسيان تكنيك ينظر تكون حتى الالرى الفنية يا سيوس لا أنا جاي تكون حتى الالرى الفنية تنظر للنظرة تطور كل اليد التوصيات قبل كانوا عملون دي سانتر صحيح ولا لا والسانتر هذو ما يعني يعملون دي تكسيان متاع اللي ميور جوور اللي في الجيها هكو هاي هاي من مشمولات ديركسيون تكنيك متاع الفيدراسيون متاع الهوندبول لكن نحن نشوفه في الفترة الأخيرة الاستمرار متاع البيرو الفيدرال احنا شفنا عاركة يوسف المكتب الجامعية السابق والمكتب الجامعية الحالي مكتب السيد مراد المستيري ومكتب السيد كريم للهين هاي ما فهميش نحن قعدين نعمل في عاركة في كورتلا تخلونا نوصوها كما هي لحنا نحب من ناحية الفنية فم مسؤولية متاع المكتب الجامعي خاصة في المشاركات اللي هي تطور لليجيون خاطر مشاركات اللي تبدأ يتوصل اللي قلته على مستوى الفريق الأول كيولي لعب يتحكم في برنامج تمرين حيبي يقول ما عندكش حتى النورات اللي عنا يا سيئة يوسف كلمة صغيرة ونجيك وقل النورات اللي عنا الوليدات الصغيرات اللي ترعين نورات سواء كان في بعث بنخيار في المقنين في منزل تمين في الحمامات قاعدين نهاربوا فيهم بإعاز من أطراف داخل النقطة بالجامع بإنظفرين قاعدين نسمصروا فيهم وقل في اختصاصه الاختصاصه والعب فيما يخص هالفكرة هذي من يون اوتوماتيك سيوسف المكتب الجامعي ما وقعش الاتصال بالسيد العياري ولا بأي واحد بشيخوا الفكرة ذيك هما تجاهلوا الناس كل إنسان يحكم وحده أنا غلطة تحكم معي هو إنسان جاء أنا نعمل كل شيء وحدي هو السيد العياري ربيش فيه أما السيد العياري ينجم يعطيك حلول السيد العياري تنجم تجيبه أنت مثلا يعطيك الفكرة كما سيد العياري عنه فكرة المدارس مش قاعدة تمشي طيب أحنا قبل أنا جنراسيون بتاعي كادي أنا ظهر هذا كفيه شوية ظاوم لعبي أنا وزوز من الناس أخرين جي تاكسي الفدراسيون تخلصها من تونس من تونس جيل ما نزلت مي لا تلم منزلت مي بني خيار حمامات ونقذوا ربي التونس نترانيه ودوفوها ونفس التاكسي تستنينها ترجع تتعدى كيف كيف أنساكر يتعدى ونفس الشي تعملوا في السحل حمام سوسا سوسا هذا يعملوا الفني صحيح برنامج كيانت إدارة فنية هذا أكيد هذا كان نظامهم رقليين ومشيين كلماء وجوارات هذن هم اللي لاخذوا المشعل لاخذوا المشعل ووصلوا ولعبوا في أعلى بطولات لعبوا في فرنسا لعبوا في أعلى بطولات صحيح وعننا برشة أسماء لأمان نورة كورتاد التونسية عديدة هي الأسماء عصام تيج جلدين تويتي عياد أنور عياد اللي هو هدفة البطولة الفرنسية عصام تيج دائما ينتخب كأفضل لاعب دائرة في فرنسا كيف كيف ويسام حمام من أحسن ومن أفضل زرير اللي خلقتهم تونس والعالم كيف كيف الحر هيكل مقنم بنعمر وكأننا نعطي في القائمة أسماء كورت يعني في كبرى النوادي العالمية من بارسلونا الكيل المونبولي وهلما جر من النوادي سيود كيف كيف صبح الأمانة يعني أسماء فنية الأسماء رنانة رنانة فنية الأسماء دي زافيش تبيع بيها عبدالبيقي دي زافيش تسوق بيها لي موقي ويسام حمام أفيش تبيع ولكن هو طلع غايف شخصية حسب الفنيين مش أنا أقول فضل أنا معتها في تونس معروفة عدنا من لعبية بارشة لعبوا بارشة لعبين ومزول مخرجوا ولكن ولكن رغم موجود الأسماء هذي كله أقطاب في كورت اليد ومنهم أنت معتها مجبس إذا كان رئيس الجامعة يشوف يروحه وهو يفهم في التكنيك وفي التسير وفي الأمور المادية في كل شيء وهو الفاتق أنا نقل لك على كورت اليد سلي معتها سفريد لجم نقول الله أكبر على كورت لأن الحقيقة ما نجمش إنساني سير وحده كل شيء سفريد نجم يسير على المستوى التسير كرئيس الجامعة أما أنه بش يسير في الأمور الفنية هو الأول وأخيرا كل كورت اليد زاد بعد كوب دومانت رمال ما يخرج لتار الفني يقول شنو صار وما صار شنو اللي مشي وما مشيش الرئيس الجامعة أخرج وحكي في التكتيك والتكنيك وفي كل شيء صح هذه هي حاجة الأول حتى في البلانجون أخرج في كل شيء نحكي كدي وجنيور وسنيور هو كوب دافريك خرج قبل كوب دافريك ومبعض الكوب دافريك وهو اللي يحكي هو يا مفتقي كل شيء هو يعطيك شنو اللي مشي وشو ما ممشيش وإنه جواري اللي ضيع وشني الفوت تكنيك وشني الجارديان اللي مشيتش وممشيتش وهو لعمره لعبهم في حياته تأثير جاتوا بريود صغيرة قبل نجح فيها أما نطول العالم الكل تبدل شوية سياسة وتوكية احنا كنا نوين في الخير أما توكية دخلها بعضها الدنيا دخلها بعضها كيف كيف زادها جوزولانبيك هو اللي يخرجوا هو اللي يقرر كل شي أنا رئيس الجامعة الألمانية اللي نشتغل فيها معمري ماريتو نعرفه بالاسم فضت مرة بارك شفته التصوير عقلية أخرى هذيك هو مدير فني لا شكون مدير فني عليا شكون مدير فني بتاعنا نسيت اسمه والله نسيت اسمه أما هذي هو من المشمولات المدير فني هو اللي هو اللي هو اللي حط بهي آخر سؤال لك وقبل ما نقفل الحصة الأكيد بش تمشي سيا عبد الباقي على المكتب الجامعي والانتخابات نتعى المكتب الجامعي القادم اليوم شكونوا الناخم اللي يصلح بالمنطقة بالتونسي الأجنبي أما التونسي ولكن التونسي فمشي أسماء مرشحة لاني قاعد نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي اسم قاعد يدور برشة سيمو حمد علي سيمو حمد علي صغير سيمو حمد علي صغير تحية لي اسم قاعد يدور برشة وتدرجة في دريب المنتخبات الوطنية وعننا برشة كفاءات مش كان سيمو حمد علي صغير أما سيمو حمد علي صغير هو ينتمي زادة لل للدائرة للدائرة المضايقة للدائرة المضايقة هو إلى حد الوقت الحالي يتسمى في الإطار الفني خاطر هو في الإطار الفني كاديو جونيور هو اللي هي بيهم وليه بنخبل كل معناه هو نسميه أنا زادا فشل مع الناس كل هذا ورأوا نحكيه على منتخب وطني مش نحكيه على جامعية والفيسبوك يحط لانترونير ولا الانستجرام يحط لانترونير وبرشة لوبيات اللي سمحني في الكلمة مرتزقة هم اللي قاعدين طوا يحكموا في الجامعة ومع الجامعة ويصف قولهم على الفشل المتاحهم هذا يجب أن يقف يلزم أنا نطلب من وزير الشباب والرياضة اليوم كانت في مزيارة هي يبدو لي للجامعة التونسية كما رئيس الدولة قاعد يظرف عصام حديد في مجالات الكل يلزمنا تصير طوى ثورة في كورتلات التونسية على خاطر مش الزنقة وقفت بالسرق الزنقة صعيدة تفرقعت بكلها معاتش فما حتى حل حتى حل كوب دومونت كوب دافريك مشاكل هذا يشكب هذا هذا يشكب هذا كل يوم تسمع محاكم تعاقب في جوارات على العلن تحاسبوا في الناس شكون يحاسبكم أعطيني شكون يحاسب المكتب الجامعي أنتم تحاسبوا في الناس وتقرروا وحدكم ناحية ذاك حتى ذاك علاقات معارف عائلة ما بعضها تخدم يجب أن نلقى بوزيسيون للإنسان ذاك يجب أن نلوجله على بوست بالسيف بالقوة المصالح الشخصية الضيقة هي التي أضرت بكرة اليد التونسية وانت تعرفين شو نقص دي سي كارين وقتلين ندخلوا المصلحة الشخصية والعائلية في تسهير الجامعة التونسية لكرة اليد وقتلين نجيبوا مدرب وناخب وطني لأنه عامل علينا بعض الأمور في فرنسا ونحطوه يدرب المنتخب ويفشل يجبنا نقول لك لماذا سي كارين رجاء تصحيح المسار لإعادة كرة اليد التونسية إلى المدارة الصحيح قلت في تونليت رئيسة الجامعة أنك باش ترجع كرة اليد إلى المكان الحقيقي متاح اليوم كرة اليد التونسية تتحرجت إلى الوراء للأمانة ما قاعد يصير في كرة اليد التونسية مهزلة وفضيحة لحكام خالصة جمعيات تعاني كل الرابطات تعاني وكل الجمعيات تعاني بعض الإسثنائية حتى تشوف مستوى البطولة للأمانة نقوله الترجي ثم البقية كالعادة في كرة القدم الترجي في الطائرة الترجي وفي اليد الترجي إذا كان اليوم فريق برك بشي بقى مسيطر فهذا خلل كبير في الإدارة الفنية متاعك ونظام البطولة متاعك سي كريم كل الودة وكل التقدير ممكن ما تحبش الكلم هذية أنت تحب كان المدح لأ معنش المدح هنا في قلة حنبال وأنا شخصيا معك أنت معنش مدح معك صديق مقرب نحترمك نقدرك ولكن اللي قاعد يصير في كرة اليد التنسية مهزة ونرفع صوتي مع صوت بق الحري على السيد وزير شؤون الشباب والرياضة سيد كامال دقيش كما دعمت قائمة السيد كريم الهليلي عليك بالتدخل لفض مشاكل كرة اليد التنسية والبحث في كواليس جميع كرة اليد التنسية سي كامال نعمل كل الأطراف سواسية لغاية وحدة هو ارجع كرة اليد التنسية إلى مصاف الكبار إن شاء الله دائما بالتوفيق إلى كرة اليد التنسية نتمنى لها كل الخير كما نتمنى الخير للسيد كريم الهليلي ومن معه في هذه الجامعة الموقرة ونتمنى كل الخير للمنتخب الوطني تنسي لويسام أحمام وكل الأسماء التي تنوي الدخول إلى الإطار الفني من جديد لأنه عنا أسماء كبيرة وإسماء كفقة كل نحبوكم ولكل نقدروكم فقط اخدموا كرة اليد التنسية وحاجة أخرى سي كريم باللي سياسة المحابات خاصة في العقوبات مع اللاعبين انظر فيها شوية وتريض جدا مش كل شيء تقال في مواقع التواصل الاجتماعي لأنه ممكن من المشاكل متاعك أنت مواقع التواصل الاجتماعي قلت من حبش الفيسبوك إباة يظهر لي قلعت مغروم بارش بالفيسبوك سي كريم في مواقع التواصل الاجتماعي من المقنين إلى بني خيار يعني حددت لك المواقع سي كريم ما هيك ذاته در الأمور نعرفك صاحب خبرة نعرفك إنسان حكيم في إدارة الأمور إذا كان هربت بك الأمور أرجع للجادة متاعك ورجع الأمور إلى نصابها وإلتك ألف صحة نورتني بالحضور متاعك لأنه اللي ربع ترجع الألماني أخويا إن شاء الله أكديم القناة حنا مع المفتوحة لكل الفنيين تقولت يد سي فريد كيف كيف يعطيك الصحة سيوس يعطيك الصحة فقد قبل ما نقول يعطيك الصحة سي عبدالبيقي نحب نتوجه بالشكر ونحب نهني زميلنا والقناة حنا بعض نحكي على هايثم شلحة مخرج قنوات فنين للأمانة أول مخرج إفريقي يتحصل على شهادة إخراج من الفيفا يعني مخرج أغريي من الفيفا هايثم شلحة ابن قناة حنا بعض المخرج متمكن إنسان خدام يعرف فين يحب يوصل أنجرون برافو ليك هايثم في الشيء اللي قاعد قدم فيه للإعلام التونسي والإخراج التلفزي في تونس وإن شاء الله مش تكون قدوة لباقي المخرجين في تونس الشباب طموح ياسر عنده كل الإمكانيات مغروم يتحدى في كل الصعوبات والعراقيل أنجرون برافو كما قناة حنا بعض يتحدى في الصعوبات والعراقيل أبنائها يتحدى في الصعوبات والعراقيل مبروك عليك هايثم شلحة هذه الشهادة في الإخراج التلفزي من الفيفا أعلى هرم في كرة القدم العالمية انتخابات المكتب الجامعي في آخر رسالة سي عبد البيقي نهارة 11 مش تكون الجلسة العامة الانتخابية إن شاء الله بعد البلاغة اللي يصدر اليوم على المكتب الجامعي المناقد اليوم المرة هذه مش تسبقها جلسة عامة تقييمية يقول قيل عليش المرة الأخرى لأنه التاريخ هذا يتزامن مع الأشراف على نهاية الموسم وإمكانية أعداد القوائم المالية وبالتالي أعداد التقرير المالي شيء ما كانش ممكن في ديبيوت مارس هذاك علش في ديبيوت مارس ما صارش تعين جلسة عامة تقييمية فهمت مشينا طول الانتخابية طوى مشينا في الديلي اللور ولت من الممكن مع نهاية الأشراف الموسم على النهاية أعداد القوائم الانتخابية عقد جلسة عامة أولى تنطلق تسعة أمتع الصباح طوى حد المكان بعد ثم بعدها يدخل مع الحديش في جلسة عامة الانتخابية مشكول مخصة الانتخابات المكتب الجامعي الجديد في انتظار أن يزدر بلاغ اللجنة المستقلة للانتخابات حول تقديم الترشحات وحول المواعيد هذا يمنتظر في الساعات القليلة القادمة بالنسبة لكواليس الأستعليلات للانتخابات هذه شبه مؤكد أو نجب يقوله مؤكد أنه ستكون هناك قائمة لزيادة المساني قائمة لجلال بن طقايا قائمة لمهر بن عيسى إمكانية قائمة برشة أخذ وعطاها معنا في حول نستقول راجعة نستقول مش راجعة في وصف جلائل ما بين شيء فيما يتعلق بقايمة وسامل طيف راجعة مش راجعة المعلومة اللي عندي مشارجة المعلومة اللي عندي أنه قاعد يبحث على الثويب بالضبط برشة نسحبه هو قاعد يعاودي التوم أخذ معناها لكي نشوفه على أقل على أقل على أقل أربع قائمات نفسها في الانتخابات هذه حاجة مزيانة إن شاء الله يخرجوننا حاجة مزيانة ومكانية خمسة قائمات هذا ما هو إلا دليل أنه ما يدعون من أنه القوانين الموجودة قوانين أقصائية كذلك صحيح ما ذمش منه هو ثم خمسة قائمات وتجل طعم ستة وسبعة صحيح القوانين هذه في حاجة إلى مراجعة صحيح ميرا وفي شكلها الحالي مايش أقصائية بالشكل اللي قاعدين يروجون وليقولوا ما لنقاو حد وحد ما يجي من ترشع وكذا لابروف ووضع وربما خمسة وربما ستة واضح جدا سيا عبدالبيقي بن مسعود هكا أنهاينا حصة الليلة من برنامج سلوعة سبورة كالصحة وإلى حر نورتنا بوجود كالسفرية كالعادة نورنا سيا عبدالبيقي نورنا بكل الأرأة متاعك سيوسف بتحليل فنية كالعادة فقط نحب نذكر نقول ستة سنوات مرت على وفاة المرحوم عمر العبيدي وقتش مشتبين الحقيقة تصبحون على محب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة